اشتدت المعركة على ابواب الحديدة وباتت اصوات المدافع التدوي في ارجاء المدينة الساحلية التي كان يصفها الحكام المتعاقبون بالمحافظة المسالمة لكنها اليوم تقول الكلمة الفاصلة من خلال المقاومة التهامية المسنودة بالجيش والتحالف العربي ارتال عسكرية تتجه صوب الحديدة والمعركة فيها مفتوحة لا تحصينات جبلية في ساحل مفتوح باستثناء اكياس الرمل وبحسب مصادر ميدانية تشتد المعارك في الليل وتهدأ نسبيا في النهار تبينت ردود الافعال حول المعركة لكن المؤشرات الميدانية تقول ان ثمت معركة واسعة تطرق ابواب الحديدة من جهات عديدة وان ثمت تطويقا بحريا يحيط بالمدينة باتجاه الدريهمي التي تشتد حولها المعارك من الناحية السياسية دشن الرئيس هادي معركة الحديدة بدعوة مباشرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية للحسم العسكري لتحرير مدينة وميناء الحديدة بعد ان وصلت الامور في المحافظة الى درجة الكارثة الانسانية التي لا يمكن السكوت عنها جراء الممارسات الحوثية وتعنتها في التوصل الى حل سياسي ينهي الازمة في اليمن بحسب ما نشرت وكالة الانباء الرسمية الحكومة من جهتها اكدت مضيها نحو اعادة الشرعية الى كامل التراب الوطني مشيرة الى انها استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لاخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة وطالبت اكثر من مرة للمجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة ابناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء الى ممر للخراب مكتب المبعوث الاممي من جهته اصدر بيانا متعلقا بالحديدة قال فيه ان التطورات العسكرية في المدينة مقلقة للغاية محذرا من ان التصعيد العسكري له عواقب وخيمة على الوضع الانساني الصعب في البلاد وسيكون له اثر سلبي على جهود استئناف المفاوضات السياسية الهاجس الانساني هو الحاضر الابرز خصوصا في المدينة التي يعيش سكانها اوضاعا صعبة منذ الانقلاب والاشتياح في ظل الدعوات المتكررة بضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة